السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وسلم. ايه زيكم يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد. وبازن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة كويسة جدا هتدفي معاك الفراخ وتخلي الفراخ ماشية معاك زي السارو. ربع معلقة واحدة يا جماعة ان شاء الله هتعد معاك الشته بدون اي بقى ايه يعني ادوية بقى ولا علاجات ولا مرض ولا تعب ولا اي حاجة. هتدفي معاك الفرخ. وطبعا يعني في نفس الوقت هتوفر بقى التدفيع بتاعتهم لان الفرخ اصلا هيبقى دفيان. ان شاء الله يا جماعة الربع معلقة اللي احنا نحطها ديك. دي حاجة سهلة وبسيطة وبازن الله هتبقى متوفرة عندنا. يلا كده تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله هتشوفوها معايا. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير الفيديو. عايزوك يا جماعة ياريت اي حد يشوفو الفيديو واستفاد منو. شجعنا كده بلايك. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. مبارعا ايه. مابتقييا كده زي ما نشايفين بسم الله ما شاء الله الفرخ بتاعتنا النهاردة يا جماعة ومرها تلتاشر يوم. تمام? تلتاشر يوم ومشي حلو. انتوا طبعا عارفين اليوم من دول جوة هو وبرد وشيته ومش عارف ايه. بالرغم من كده برضو. ما شاء الله الفرخ ماشي معايا حلو قوي لان طبعا احنا محافظين عليك. هو يا جماعة يعني في ايدك انت الفرخ يبقى ماشي معاك كويس وفي ايدك انت برضو يعني لو اهملت فيه ممكن اللي قدر الله الفرخ يتعاد معاك. فاهم حاجة في الفترة دي بالزاد التدفية والتهوية السليم. والفرشة يكون وضفة تحت منه. تمام? زي ما تشايفين كده معايا بسم الله ما شاء الله الفرخ زي ما هي ومية واحدة. ماشية كلتها مية واحدة. لا فرخ كاشش ولا فرخ كبير ولا فرخ صغير لا. الفرخ ماشي يا ما شاء الله كلتها استنبى واحدة. طبعا بقى قلنا في الاسبوع الاولاني بيحصل اسهالات كتير ويمكن لسه الغاد دلوقتي يا جماعة. علشان كده دايما يعني كنا الفترة اللي فاتت بنعمل الوصفات اللي هي ايه? آآ ليتقالي الاسهالات او تمنع الاسهالات آآ ده كنا بنركز عليها او في الفترة الاولى. لان طبعا احنا قلنا ان شاء الله مش هنستخدم لدول الاستقبال ولا ايه حاجة من الكلام ده خالص هنمشي بكلاتها بالاعشاب الطبيعي. وعلشان كده كنت بقلوك يا جماعة خد بالكم الاسهالات في اول اسبوع. كنا بنستخدم الفلاجيل لان طبعا كلكو عارفين الفلاجيل مطهر معه كويس جدا علشان الاسهالات كل الحاجات دي بتبقى كويسة جدا وبرضو كنا بنعمل مع بعض خلاطات كاد كويس. تمام? الايام ده بقى هنعمل مع بعض وصفات تسمين لان الفرخ بسم الله ما شاء الله الفرخ بدأ ان هو ايه يبدأ يعني يكبر بقى معايا ويمشي ويسحب يعني بمعنى اصح. طالما خلاص عدى الاسبوع الاولاني الفرخ بقى يبدأ ان هو ايه يسحب معك الواحده كده. اه زي ما انتم شايفين انا حطى اللمبة يمكن اه باينة قدامكم وانا بصور. اه اللمبة يا جماعة ده ايدة لان طبعا انت عارفين ان الجو الايام ده برد. فانا ما بافصلهاش لا بالليل ولا بالنهار. اه طلع الجو حلو في يوم ولا حاجة كده والشمس صلاح حلو. بفتح لهم الشمس وبوفر الكهربا شوية. اه اما الجو بقى يبدأ ان هو يبرد شوية ولا حاجة ببدأ ان انا اغطى عليهم وبقى ام شغال اللمبة انتم شايفين هديات مية. انا قبل كده كنت بقول ان انا هقللها بس في اليومين ده همت. اليومين دولت. اه لان فعلا الجو الجامعة برد برد جدا يعني. في اليومين دولت فبحاول ان انا يعني ايه ما قللش التدفيع عندهم ابدا. فالنهاردة هنعمل وصفة حلو اولهم. الوصفة طبعا زي ما انتم شايفين هيبقى داخل فيها مضاد دحيوة اللي هو الطوم. وده احسن مضاد دحيوة ممكن تجي بيه. اي حاجة يا جماعة موجودة عند الفرخ طبعا المضاد الحيوي الطبيعي اللي هو بتاعنا بقى اللي في المنطبخ بتاعنا انتم شايفينه ده ده كويس اول. مش هنشتري بقى مضاد دحيوة مبره ولا حاجة لا. احنا عندنا مضاد دحيوة طبيعه وفي نفس الوقت كويس جدا للفرخ. انا بحاول ان انا اتجنب الادوية على قد ما اقدر لان طبعا كتر الادوية بتعمل مناعة عند الفرخ. وممكن خلاص بقى الفرخ تاعي بالفرخ. اعمل الناس اللي على طول بتجري تجيب ادوية. فبيجي فترة يا جماعة وبعمل مناعة عند الفرخ. حتى لو الفرخ تعبان وجبت له من الدوق برضو مش هيعمل عنده اي حاجة. اما الحاجات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها ده طبيعي ده بتبقى كويسة جدا. آآ من جهة نية بتبقى حلوة تبقى يعني ايه بنستخدمه كعلاق. آآ انا عملت كده حوالي اربع فسطوم صغيرين. وده طبعا بصلية متوسطة هيت. هنبشرها وبشرنا الطوم. وهنعمل لهم اقوى مضاد ضحاوي ورفع منعها في نفس الوقت. طبعا الوصفة مش هتبقى يعني طوم وبصل بس لا احنا ان شاء الله لسه نحط لها حاجات تانية كتير. بس هنبشر كده البصلية مع بعض الاول. ونصحة مني يا جماعة دايما على طول طول الشدة طول الشدة. حاول اللي انت على طول يوم 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 على طول الحاجات ديت بتبقى مضادات حيوية كويسة جدا وفي نفس الوقت بتبقى رفع مناع. واحنا بنبقى عايزين الحاجات ديت اللي ترفع المناع بتاعتهم في الشيطة بالاكتر. ده كده خلصنا البصلية وخلصنا الطوم. هنقلبهم بقى كده على بعض ونبدأ ان احنا نحط الاعشاب بتاعتنا اللي هنحطها على الحاجات دي. طبعا احنا بنعمل وصفة كمضادات حيوية وفي نفس الوقت برضو بنعمل لو في مشاكل تنافسية مشاكل معاوية كل الحاجات ديت هنعملها قدامكم زي ما نشايفين. ده طبعا معي الارفة. هنحط نص معلقة كده صغيرة من الارفة. الارفة حلوة يا جماعة للمشاكل التنافسية. وده طبعا الزنجبيل. الزنجبيل دي بقى بسم الله من شاء الله اللي هيخلي الفراخ معاك تدفع. والجسمها هيدفع معاك من غير ما تحتاجي. آآ لان انت الزوية التدفية ولا اي حاجة. ليه? لان الزنجبيل بيدفي الفرخ من نفسه. آآ انا حطيت كده حوالي ربع معلقة. مش هنقطر علشان برضو ايه كتره فيه مش حالو. آآ اما ده بقى الخلي يا جماعة. الخلي هنحط معلقة تاني اتنان. من معلق الاكل اللي احنا بنستخدمها في الاكل يعني بالشكل ده كده. هي كده اول معلقة. وده تاني معلقة. طب الخلي بعمل ايه? الخلي يا جماعة ده اقوى مضد سموم للفرخ. علشان لو في مسلا اي مشاكل معاوية في اسالات في اي مقربات. الحاجات اللي هي برضو الفطريات اللي هي بتحصل من الصموم او الحاجات اللي هي بتحصل من العلف او الحاجات ديت. ده برضو بتبقى كويسة جدا. آآ الفرخ كويس او الحاجات اللي زي دي. الخلي قصد يا جماعة. الخلي بيبقى كويس او. آآ ده برضو نعناع. نعناع معلقة واحدة بس. المعناع بيزود الحجم معاكي. وكويس جدا برضو لو في اي مشاكل تنافسية او اي حاجة ده ببقى حلو او. تمام? يبقى الخلطة بتاعتي انا حطت المكونات كلتها والمكونات موجودة في قلبي بيتنا. يعني مش حاجة هتكلفنا ولا حاجة. هنبدأ بقى ان احنا نحط الخلطة دو كلتها على حوالي كلوة نص عالف. احسن حاجة ان انا اغلفها كلتها بالعلب دي يا جماعة. وان شاء الله النهاردة طبعا زي ما قلت لكم اليوم التلتاشر هنبدأ ان احنا آآ يعني ان شاء الله شوية كده هنغير لهم بقى العلب بتاعهم بس اما يتبر شوية لان طبعا الفراخ يا جماعة دي تختلف عن الفراخ البيضة. الفراخ البيضة عند ستاشر يوم بنبدأ ان احنا نغير لها العلب من بدي النام. اما دوت هنستنى بس عنهم كمان ايه اسبوع كده ولا حاجة? وان شاء الله هنبدأ ان احنا نحط لهم اللي هو ايه? النام المفتت. ده كده قلبنا الخلطة زي ما انت شايفين وخلاصي لو في اي حاجة خشنة ولا حاجة طبعا بنفروكها باقدانة كده. تعالوا بقى كده يلا نشوفوا المية هنحط في ايه? ده طبعا يا جماعة معلقة خامرة فورية. ناس كتير بتسأل لو شايمة اه بتحط الخامرة بيطرية ولا الخامرة فورية? ده يا جماعة الخامرة الفورية بتاعت الخبيز عادي اللي احنا بندخلها في الخبيز بتاعنا اه بتاعت العجن يعني ايه? العجين او الحاجات ديت علشان بس ايه يعني الناس بتفهم غلط? اه الخامرة البيطرية جماعة انا ببستخدمها اش خالص? ليه? لان الخامرة الفورية احسن الف مرة من الخامرة البيطرية. بتبقى جميلة جدا وبتجيب معي نتيجة كويسة جدا وبتبقى مضمونة في نفس الوقت. ده طبعا حوالي حطت علامة علقة صغيرة من اللي انتو شايفينها معايا دية على ريتل مية. اه حطنا الخرطة طبعا اللي احنا عملناها على الاكل قدامهم وهم بسم الله ان شاء الله يبدأوا ان هما يقوموا ياكلوا منها دلوقتي. ده تبقى يعني ايه? اه بتبقى نفسها حلوة او بتخلي الاكل تبقى يعني ايه? اه بتفتح شاهية الفرخ يعني معنا اصح. تمام? الخامرة طبعا يا جماعة بتزود حد من الفراخ بتفتح شاهية الفراخ على الاكل. علشان الناس اللي هي يعني ما تعرفش الخامرة بتعمل ايه? الخامرة بتفتح شاهية الاكل. بتخلي الفرخ ياكل معك وبشيل معك وزن اعلى. لو انت فعلا عايزة تتباحوهم على عمر قريب يعني. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم.